فإذا هذا يقودني إلى الشيء اللي أنا عاوز أصله أحبائي كل الشعوب إلها ماضي غير مشرف ماضي مخزي ماضي محزن ماضي يعني فيه الإنسان يعني بقول يا ريت شعبي لم يفعل هذا الشيء من قبل ولكن الماضي ماضي والماضي مضى والحاضر يحضر والمستقبل يستقبل الماضي مضى ولكن شو اللي منتعلمه من الماضي هنا أحبائي الحكمة فكل شعب يعني تعال أدرس كل شعب أكيد بيحكي لك عن شيء غير مشرف أو مخزي في تاريخهم في ماضيهم هذه الشعوب اللي منتكلم عنها بالذات شعوب الغرب أوروبا شمال أمريكا أستراليا أوروء إلى آخر لم يزوروا لم يكذبوا لم يحوروا لم يحرفوا اتكتب التاريخ كما هو يمكن أحيانا أشخاص شخص بيكون مغرد ولكن عندما تقرأ الكتابات الأخرى تستطيع أن تستنتج وتستنبط وتستشف من المعلومات حتى يكون في التناصم فإذا كل الشعوب عندها خطايا كل الشعوب عندها ماضي غير مشرف كل الشعوب عندها ماضي مزلم أحباء خلينا أبتدي حتى من الأشخاص اللي تعتبر يعني المقدسة في أمام عيون كثيرة مثلا البابا نفسه بابا روما أقصد اعتذر عما صدر من الكنيسة الكاتوليكية اللي حدث سواء في العصور الوسطى مع شعوب كثيرة ومؤخرا أحبائي ما اكتشف في كندا تعرفوا أنه في كندا اكتشفوا مقابر بالمئات والآلاف من الأطفال مدفنين من السكان الأصليين واعترفوا وتابوا وعوضوا وما زالوا يعوضون تعال للإسبان في فترة اللي كانوا بيكتشفوا فيها الأمريكتين الإسبان فعلوا في شعوب الماين في المكسيك وبعض من بلدان في جنوب أمريكا عملوا أمور من قتل لأنه كانوا بيعتبروهن شعوب وثنية مع أنه كان عندهم معلومات وكان عندهم أشياء اللي بتدل أنه كانوا متطورين لليوم لما بتقرأ الكالندر الرزنامات الماين والتقويم بتاعهم وكل الأشياء بتستنتج يعني بتنذهل من كم يعني بيذكروني في المصريين القدماء بتنذهل من الكم الهائل من المعلومات ولأنه كانوا بيعتبروهن أوثان ولكن يعني برضو اعترفوا بأعمالهم المشينة تعالى أمريكا الشمالية وما فعلته في السكان الأصليين سكان نورث أمريكا شمال أمريكا وطبعا المتاجرة بالعبيد فكل الشعوب هذه الشعوب كتبوا عنها بيتكلموا عنها كوصمة عار في تاريخهم يقروا بها وبعلموها في المدارس وقاموا بالتعويض أنه أي شخص في هذه البلاد أي كلمة فيها لمح يعني تلميح عنصري على طول كل السيستم كل نظام البلد يقوم ضد هذا الشخص حتى ألمانيا في العصر الحديث ما زالت تعود إسرائيل عما فعلته في المحرقة النازية ترجمة نانسي قنقر